ثم نها سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل اصدار جلالة الملك المفدى المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 36 لسنة 2012 حيث يلص التعديل على حظر التمييز في الاجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية مشيرا لأن ذلك يعكس حرص جلالته على ترسيخ مبدأ المساواة وحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز وهو النهج الذي كانت وما زالت مملكة البحرين تحرص على ارسائه ضمن منظومة حقوق الانسان وتقنية بادوات تشريعية لضمان تطبيقه على ارض الواقع لفت احمدان الى ان هذا التعديل يراعي المساواة والعدالة فضلا على انه يسهم في تكريس حقوق المرأة العاملة ويعزز من دور المرأة البحرينية خاصة في القطاعات الانتاجية وتحفيزها على العمل اكد الوزير سريان هذه المادة والزامية تطبيقها في كل المنشآت العاملة في مملكة البحرين لافتان الى ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال اشرافها على تطبيق قانون العمل سوف تتأكد من تطبيق هذه المادة وفق الاليات المعمول بها داعيا جميع المنشآت الى تطبيق نظام الاجور بما يتوافق مع هذه المادة المستحدثة والتي صدرت في هذا المرسوم تطبيق نظام الاجتماعي من خلال اشتركوا في القطاعات الاجتماعية تطبيق نظام الاجتماعية